هو في ايه بقى؟ في ايه؟ حاجة واضحة وضوح الشمس اللي احنا متابعينه على مدار الساعات الاخيرة واضح وضوح الشمس وملموس عند الناس كلها اللي مش واخد باله يبقى هو مش عايز ياخد باله اللي مش ملاحظ يبقى هو مش عايز يلاحظ ايه بقى؟ مش عايز يلاحظ ايه؟ الحملة والتحامل على النادي الاهل حملة واضحة وتحامل على النادي الاهل فيه يا جدعان احنا احنا خسرنا ماتش احنا لعبين عشرين واحد وعشرين ماتش خسرنا فيه ماتش واحد فيه ان المشكلة اللي هنا بص احنا زعلانين ومتدايقين كجمهور اهلي وانا هتكلم على الجمهور الاهلي تحديدا لانه عنده قدر كافي من الوعي وعارف كويس قوي ايه اللي بيحصل وقاريه وبراهن دايما على زكاء جمهور الاهلي والكلام والله مش كلام كده وخلاص وعشان تبقى عارف كل كلمة طالعة مني هنا عن اقتناع تام عن اقتناع تام فاللي بيحصل وضح وضوح الشمس لكل اللي امتبعين وفي الحقيقة الزملاء العزاء سواء سيف او ابراهيم مفضوحين مفضوحين كلام نسخة تبقى الاصل نسخة تبقى الاصل هو هو طلع بص يعمل مقارنة كده وحتلاقي الكلام مفيش كلمة مختلفة عن التاني خالص امبارح كل ده انتوا لما صدقتوا هكذا ها انتوا لما صدقتوا الاهلي خسر عشان الاهلي خسر الدنيا بقت بايزة الفرقة بقت فاضية المدير الفاني مبقاش نافع الادارة بقت لازم تمشي بقاني منطق وبقاني عقل انتوا تفكروا ازاي ازاي انا عايز افهم طيب اولا اللي عرفوا لما تكون في قناة عامة لازم تكون محايد لما تكون في قناة عامة لازم تكون محايد مش عارف تبقى محايد اعمل قناة على اليوتيوب قول اللي نفسك فيه مش عارف تعمل قناة على اليوتيوب تعال وانا اقولك تتعمل ازاي وعندي زملاء كتير أعزائي هنا في القناة يقول لك تتعمل إزاي وقل فيها بقى اللي أنت عايز وتحيز براحتك وكلام مندي لكن ما ينفعش تكون في قناة عامة واخد صف نادي عن التالي طيب رسالتي لسفو إبراهيم رسالتي ليهم أمنتوا كده بتتكلموا على الفريق صاحب المركز الأول بفارق 14 نقطة في بطولة الدوري وبتتكلموا عنه بطريقة دي وشايفين في كل المساوئ دي شايفين إن كل حاجة وحشة وكل حاجة بايزة وما اللي حتقولوا يعني الفريق الصاحب المركز الثاني أه صحيح أنتوا مش هتقدروا تقولوا وأنا عارف وحضراتكم اللي بتتفرجوا عليها دلوقتي عارفين ليه هم مش هيقدروا يقولوا أنتوا عارفين كويس ليه أما الفريق صاحب المركز الأول المتقاهي لنصف نهاء دوري عبطال أفريقيا بيتقال عليه كده وبيتقطع فيه بالشكل ده يبقى الفريق صاحب المركز الثاني المفروض تقول عليه إيه مع كامل الاحترام لكل الفرق بس المفروض تقول عليه إيه لكن إنت مش هتقدر تقول لأنك مقفوش باين قوي واضح قوي سقطت الأقنع في الحقيقة في المواقف اللي زي دي باين لك اتجاهه إيه ده اتجاهه رايح فين واخد أني جنب محايد ولا مش محايد تعمل؟ ترجمة نانسي قنقر